ولد دونالد ترامب في عام 1946 في نيويورك لأسرة مكونة من والدين من أصول ألمانية وسكتلندية وخمسة أطفال في عام 1968 انضم للعمل مع والده ضمن مؤسسة ترامب العقارية قبل أن يصبح الرئيس التنفيذي لها نجح في تجاوز عدة هزات وأزمات مالية واجهت شركاته خلال الثمانينيات والتسعينيات وتحول اسمه لعلامة تجارية اقتحم بعدها المجال السياسية من خلال التبرع لحملات انتخابية رئاسية لمرشحين من الحزب الجمهوري والديمقراطي وصنف بعدها بأنه قريب من اليمين المحافظ في الحزب الجمهوري واشتهر بعدائه للمهاجرين في أمريكا في عام 2016 فاز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر من نفس العام أفاز بها ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة في 2020 خسر الانتخابات أمام الرئيس الحالي جو بايدن ورفض الاعتراف بنتائج الانتخابات وجهت إليه عدة اتهامات قضائية من بينها اتهامات تتعلق بهجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021